يومي الجيمز ومبطولات ألعاب أفريقية أنت لما بتسمع الناس لك دي بلد مصر دي بلد الكورة بيش بلد دعبة تانية أنت شاب أن كورة اليد المصرية بغض حقها دلوقتي؟ أولا حد ما طبعا بالنسبة كبيرة بالنسبة كبيرة أنا بقرنش نفسي بالكورة خالص يعني أنا دايما كورة في حتة لعبة شعبية على مستوى العالم بس يا دلوقتي كورة اليد العالمية كمان بدأت تاخد كورة اليد طول عمرها كابتا من فترة نحن بالنسبة لنا كنا بعيد أول لإننا مكناش عايشتين بعد ما بينا نشوف البطولات العالمية بدأنا نتأثر بيها لما قبل كده ما كانش حد كانش حد بيتابع ما هي اللعبة أو الرياضة يعني زي السكواش مثلا الوقت الناس كورة بتتابع على السكواش لأن كلها بطولات عالمية وعندنا العشرة الأوائل على مستوى يعني عشرة من اللعيب على مصنفين العالمية نتحايل على اللجنة الأمبية الدولية أنها تخش تخليها لعبة عالمية واتباس الأولومبي جيمز قال لك احتمال الأولومبيات اللي جاية الأولومبيات اللي جاية فطبعا كورة اليد من فترة كبيرة ابتدت تلفت الأنظار لها بقى الناس بتنافس عالمية وأنتم بتشوفك أنت المنتخب المصري بينافس بصلا بيلعب الدنمارك وماشي جون بجون واحتمال يلعب نهاياته فالناس كلها خلاص بقت مركزة في كورة اليد بقت متابعة بقت الناس بقت حابة تمرس لعبة كورة اليد حتى على مستوى الصغيرين بقى كل واحد ليه مسأل أعلى في كورة ليه مثلا إبراهيم مصري إسلام فيصل حميد لا لا عندنا فرقة وقال وزملك بقى مجمدين أو كمان ده غير بقيت الانديع التانية اه فدي حاجة حاجة يا أنت مش حاسس بظلم في الحتة دي لا ولا أنت عندك الرضا لا أنا الحمد لله طبعا الرضا ده نمرة واحد اه ولكن أنا شايف إن دلوقتي لا الناس بتدت يعني تبص لكورة اليد يعني لو كنا نتكلم من زمان لا احنا انت شايف إن بعض أولئة الأمور بدأ وأولادهم يتاويوا لكورة اليد بعد ما كورة اليد بدأت توصل لمرحلة من المراحل الكويسة كتير كتير انت شايف إن كورة اليد المصرية وصلت دلوقتي للعالمية زي بتقول إحنا نلعب مع الدنمارك وبفرق جول والحكم ظلم فيه حاجات كتير جدا انت شايف السبب ده إن الدكتور حسن مصطفى يعني حطي نظام ليفرم على كبير ولا صغير ولا أهلي ولا زمالك ولا أي حد شايف دكتور حسن مصطفى ليه تأثير كبير قوي في لعبة كورة اليد المصرية ده أكيد ده أكيد ما حدش يقدر ينكر إن الدكتور حسن حط البذرة ديت وهو ما زال إن إحنا ناس كتير بترجع له في القرارات في حاجات مؤينة نعم بنرجع له لكن البذرة اللي هو نشأها في الاتحاد المصري الكورة اليد هي اللي حمد مستمرة هي عليها لحد الوقت لحد الوقت هي سبب النجاحات لحد الوقت أكيد طيب خلي بقى الدكتور حسن حتى نتكلم عليه مع بعض كده بعد شوية كده لما أجأ أقول لك المعلقين في كورة اليد المصرية أنت شايفهم بالنسبة للتعليقات للتعليق للكورة العربية والعالمية هل بي نفسه ولا إحنا عندنا برضو قافلين على نفسينا في كورة اليد ولا في كورة اليد كورة اليد ها انت بتبقى قاعد مبسوط حللت مباريات كتيرة بالنسبة لكورة اليد وبتوقت تسمع معلقين انت شاب من وجهة نظرك المعلقين بتوعنا الوصف بتاعهم سليم ولا في بعض الفزلكة ولا في ايه طبعا فيه طبعا وصف سليم بس مش شايف أنه لما بتيجي تسمع معلق أوروبي أو كلام ده كله هل تلاقي فيه اختلاف كبير يعني احنا عندنا المعلقين برضو ساعات شوية لما يجي يعلق على مباراة بيقول قراءة وهو ما بيشرعش اللي قدام اه او بيصدرلي انا مثلا انا لو مش فاهم هندبول هامش وراه لا انت المفروض انت انت بتحل المباراة او بتزيع مباراة زيع الاحداث اللي قدامك بس ادي شوية قوانين الناس تفهم اللعبة دي ماشي ازاي او القرار ده تاخد ليه وعاوز يقول انا هو بس بالزبط هي دي دي المشكلة مين من المعلقين اللي بيعجبك يعني دلوقتي فيه يعني نقول اللي بتاع زمان ولا اي موزيع من الناس من زمان ودلوقتي زمان كان يعني الله ارحمه وقا كابتن عبد نعم واهبة وكابتن يحيا السيد كابتن حسن توفيق اه اعماليك اه ودلوقتي دلوقتي فيه خالد خيري موجود من المعلقين الكويسين فيه يهاب رجب محمد راغب دول اللي يعني معاولية اه طيب انت شايف بصراحة معلق كورت القدم اللي واخد حقه اكتر ولا معلق كورت اليد ومين فيهم اللي بيوصل معلومة صحة هل وده في كورتنا انت متابع للي اتنين اعم وبسم الله ما شاء الله وبتحضر الماتشات هنا وهنا وهنا وكلم ده انت شايف مين المعلق اللي بقى بيخش بزهنك وتقول ان الرجل ده يعني وصل لكل حاجة صحة وبيوصل للمعلومة صحة لا في كورت القدم طبعا فيه ناس اوقع يعني في التعليق وفيه ناس برضو عندك حد عشتقوله في كورت القدم ده هم اكتر الناس انا برتحلهم كابتن شوبير وكابتن متح الشلف دول اكتر الناس في الوقت لكن زيهم بقى كان من كابتن ميمي الشيربيني كابتن علاءة هم دول اللي بيوصلوا الحاجة المعلومة للأذان عشان مارسوا اه بالزبط يعني انت تفضل ان واحد اكاديمي يعلق على مباراة ولا واحد يكون مارس اللعب على مستوى عالي جدا ما بش اي حد يلعب كورة كمال روح يعلقلي او يحل المباراة انا ما احضرك في الموضوع ده هم دازم يكون مارس اللعب على اقل يعني شوية ايه المطلوب من الاعلام الفترة اللي جاي عشان يلقي ضوء اكتر على كورة اليد المصرية الحيادية في التعامل مع المواقف يعني يبقى فيه حيادية في التعامل مع المواقف يبقى فيه اهتمام طبعا بالبطولات والتفاصيل في بعض البطولات وازاي نعالج الامور بشكل ايجابي مش هي العملية مش النقد ونقد وخلاص نعم يعني هم نشوف الناس بتنقد باسلوب بزيادة شوية فيه نوع من الهجوم على الشخص نفسه نعم لا انتقد في اطار انت جلتها قلت اللي عاوز ينجم حد بينجمه واللي عاوز وقع حد بوقعه من خلال التعليق ودي احنا نحسها اكتر كمان بس انا بحس ان فيه يعني سابق فيها ظلم للشخص طبعا طبعا انتقد عايز تنتقد انتقد ما حدش قالك لأ خليك حقاني يا اكي بشكل اه يعني انتقد بنوع ايجابي يعني نقد ايجابي نقد بناء انا وصلت الفقرة الوقتي عشان تواجه رسائل لكن قبل ما تبعت الرسائل دي هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجرد موسيقى موسيقى